هو اللي.. هو اللي.. هو اللي.. هو اللي قليك تعالي هو اللي قليك تعالي وحطك في السكة دي تبقى لو عاوزة تفتكري المرحلة دي تحديداً ويعرفوا أهلك بالموضوع وأول مرة تقول لهم الخبر أول صورة تيجي هيك قدامك صورة إيه؟ لما قلت لأهلك الموضوع ده؟ شوفي كل.. أنا ما قلتش لأهلك أنا قلتها في جورنال لا قلتها في المصر اليوم والله العظيم أهلك ما تنوش عارفين؟ لحدش كان عارف في مصر كلها ولذلك جماعة الشر كان يقول أسلمت عشان عيون علي الشباشر ده بعدها بخمسين سنة اللي كشفت عن الموضوع عشان فلوس علي الشباشر كلام يعني بالحقيقة لا يليق يعني كأنه كمان الإسلام ده حاجة محدش يدخلها لا فيه ناس بتسلم عن اقتناع يعني بس أنا ما بعرفش هادن بقى يعني أنا أخذ الموقف زي ما أنا حسات وبعدين اللي يحصل يحصل وحصلت قطيعة كثير كبيرة صح؟ قاطب بينك وبين أهلك ممتك مبتوحة شك؟ لا هي ممتك كانت بتشوفني كانت العلاقة كويسة أنت وممتك؟ لأن أنا بعتبر دي حاجة بيني وبالربنا وأنا ما بحبش ما كنتش خايفة من ردة الفعل أكتر يعني؟ لا 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 أولا ما كنتش خايفة سريعا ما كنتش حظهر أقول أنا عملت كذا وكذا وكذا أه بقى علاقتك مع ولدتك كانت كويسة يعني كانت كويسة يعني أكتر مع أخواتي سؤال أخير في الحتة دي لو شفت أبناء أخواتك في الشارع هتعرفيهم؟ مش كلهم مش كلهم لأنه طب هما يعني على فكرة يعني هما في فترة من الفترات رغم كل حاجة ورغم الوضع اللي أنا فيه كله بس ما حدش كان يعرف حكاية الإسلام كانوا لما بيعوزوا حاجة ببقى يعني زي ما نقولهم من عناية مثلا وبتاع وقبل بقى القطيعة كبيرة دي يعني قبل ما يبقى يعني ما كانوش منتظرين مني بقى حاجة يعني كل واحد قدر يقف على رجليه بمساعدتي وقدر يبقى عنده مجال ومشروع وكله برضو بمساعدتك بمساعدتك نعم أيوة أيوة بمساعدتك فيعني ما عالش ربنا يفتح على الجميع ويهدي الجميع يعني طب لو حتواجهي لهم الليلة رسالة عتاب لا مش عايزة عاتب طب تقولي لهم إيه رسالة تقول لهم أنتو أحرار يعني كويس إنكم عملتوا كده وأنا يعني اتشال من علي عب لأ أنا شوفي أنا دايماً أقول أنا بحب أول غلوة بتاعك محمد فوزي اللي يهواك هواه واللي ينساك نساك ترجمة نانسي قنقر